اشتركوا في القناة اخبر ليهانها كان ان دوندار جاء اليه والمح الى وجود شيء بينهما ديسمبر كما يقول هذا لزيند في غضون ذلك ستأتي عائلة دوندار لمقابلة الهليت ديسمبر انه مليء بالاحداث قليلا بمشاركة دروا امير تبدأ اموالهم في الذوبان لان هناك اشياء خاطئة في استثمار كمال في امريكا توقف عن تجديد المنزل وطلب من هليت المال الذي استثمره في الشركة هليت وكمال تصبح الاضداد هذه المرة سيقاتل كمال وزهرة اندر يلتقي مع زيرين يريد ان يطلق نصف الاسهم في الشركة عليهان في اليوم التالي يذهب اندر الى اليهان ويوقع بروت كل الطلاق عندما يأتي اندر الى اجتماع مجلس الادارة يقول انه يمتلك الان 15 من الاسهم هليت واليهان غاضبان جدا من زرين اندر يجلس للتفاوض مع هليت من اجل حق الادارة ونقل الاسهم لاحقا دوندار يتحدث الى اليهان وهكان قررت زينبو ودوندار تناول العشاء مع شقيق الرجل ديلا كما تتناول زينب غداء عمل في نفس المكان يتناولون العشاء معا بعد العشاء يلدز يجعل كانير يعتقد انه يتحدث الى كمال في الشركة يخبرك الوقت والمكان للاجتماع في الفندق يقنع الامير باقناعه كانير يخبر اندر بما سمعه يضعون معا خططا للذهاب الى الفندق الذي قاله يلدز في اليوم التالي بالاضافة الى اندر وكانير يشاهد امير ايضا اولئك الذين يدخلون الفندق في مكان منفصل يأتي يلدز الى الفندق اولا يليه كمال اندر يراهم قادمون يدعو الزهراء والهليت ويدعوهم هناك في الغرفة يقع كمال عن غير قصد في شباك النجم الباكي كمال الذي يعتقد ان يلدز يخلع ملابسه من الداخل يقرع الباب اثناء انتظاره وتحت قيادة زهرة وهليت اندر عندما تفتح امرأة مثل يلدز وليس يلدز الباب يشعر اندر وكمال بالارتباك ايضا زهرة التي ترى زوجها بالداخل مع امرأة اخرى تنفجر الصفعة من ناحية اخرى اثناء محاولته اثبات هليت من الكاميرات ان يلدز كان هناك هرب يلدز بالفعل يذهب كمال الى غرفته للتحدث الى يلدز بدافع الغيرة بمجرد ان يمسك بها ويقلبها الى نفسه تأتي ليل سيكون هناك ذعر مزدود يتم الخلط بين عقل ليل بينما يحاول يلدز اقناع ليل يحاول كمال عدم ترك زوجته بمفردها في المنزل زينب التي علمت من يلدز ان زواج عليها حقيقي اخبرت دا اوشندار لنتزور يوافق دندار المهر يبدأ الحديث عن قضايا خاتم الزواج زينب تعطي خبر الزواج من يلدز يخطط يلدز ايضا لاعطاء هذه الاخبار في الاماكن العامة للانتقام من عليها يخدع هليتلي اعتقد ان الجميع غير سعداء لان اريم رحل ويرتب وجبة يقنع كمال زهرة بالذهاب الى صالة الالعاب الرياضية حتى يسخن الطقس قرروا الذهاب الى صالة الالعاب الرياضية حيث يذهب يلدز يذهبون الى المقابلة يبدأون في اخذ دروس من نفس المعلم كانر يدعو معلم الصالة الرياضية ويحصل على اخباره يريد منه ان يقترب يحاول اندر استفزاز عليها بشأن هاكان وزينب هاكان وزينب يذهبان الى الملجأ عندما ذهب دندار الى زينب ذات صباح وجد هاكان هناك وعندما نذهب للعمل معا يصبح دندار غريب الاطوار حقا عندما سمع انه سيزرع شجرة مع هاكان ذهب الى ليهان واخبره اخبر هاليت انني اعتقد ان ليلة تحب كمال سحبت كمال جانبا وتحدثت معه لكنه لا يعرف انه مستاء من اريم ولم تدعه يكون مع امير واعتقد انه مقتئد كما يقول اعتقد انه سيكون من الافضل اذا بقي في منزل والدته لبضعة ايام كما يقول بينما ترسل هاليت ليلة الى والدتها لبضعة ايام اخبرها انه يريد مقابلة امير ايضا امير لا يريد الذهاب لتناول العشاء بمفرده ويسحب زينب في العشاء يعطي النجم اخبار الزواج امام الجميع دوندار يضع خاتما على زينب في اليوم التالي يذهب علي هان الى دوندار ويذكره ان زينب لا تحبه تكتشف زينب هذا الامر وتغضب من علي هان اثناء الصراخ يقول انه يعلم انه نام معندر وضرب ترام طفولته في وجهه ثم تعتذر زينب للرجل في الصباح يتلقى يلدز الزهور من مدرس الصالة الرياضية عندما يرى خالد ذلك يمنع زوجته من دخول صالة الالعاب الرياضية يدرك يلدز بقليل من البحث ان كمال ارسل الزهرة وان نيته هي ابعاده عن المعلم نادرا لا يفهم هذا يلتقي كمال وزهرة وهليت يلدز في ملها ليلي هليت يجب ان يذهب ينظر كمال الى يلدز ويضرب اي شخص يقترب يطلب ارملد ايمز من دا ارمندار ان يتبعه كمال كمال واندر يجتمعان ديسمبر يقول اندر انه استأجر مدرس الصالة الرياضية بنفسه لكنه كسر خطته هافه يظهر دوندار صور يلدز لكمال واندر كما انه يعرضها على هليت هليت يتحدث الى كمال اخبره كمال اندر يتحدث عن بيع اسهمه دون ان يطلب ذلك يلتقي ليهانو بزوجة تونجير التي علم ان والدته كانت معه يقول انه كان على علم بالعلاقة في تلك اللحظة التي لم يستطع تركها بسبب ادمانه الاقتصادي اليوم يغفر تخبر ليلة والدتها انها رأت يلدز وكمال في غرفة النوم يذهبون ايضا على الفور الى هليت ولكن لان يلدز اخبر هليت بشيء في وقت سادق يغضب الرجل منهم قائلا انه يعرف عندما يستيقظ علي هام صدم لرؤية اندر بجانبه تبدأ في الخروج من المنزل غير قادرة على النظر الى وجه زينب حتى تخبرها كان بما حدث في الشركة وتطلقه قررت الابتعاد لدينا ممنوع ابول معلومات الفيديو قد انتهت هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات اشتركوا في القناة